هو ايه معنى البحر بالنسبة للعزباء في المنام؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف تقوير رؤية البحر في المنام للعزباء العزباء لما تشوف نفسها ان هي دخلة لبحر وهي مش بتعمل ولا اي شيء ولكن هي شافت ان هي دخلة لبحر هادئ وساكن وما فيهوش اي سوق ده معنى ان هي دخلة في حياة رجل صالح رجل صاحب مكانة كويسة جدا وحيكون فيه استقرار في الامر ده طيب لو شافت ان هي دخلة لبحره لكن كله امواج وسوق وضرر وشكله مش افضل حاجة بالنسبة لها ده تنبيه وتحذير ليه ان هي الفترة اللي جايه حيتقدم لها شخص مش مناسب ولا صفاته محمودة فتتجنب الدخول في حياة الشخص ده اصلا لان ما فيهاش خير طيب لو انا عزباء بس انا بعمل وفيه مجال دلوقتي بيخصني وشفت ان انا دخلة لبحر او على اعتاب بحر ولكن هادئ وساكن ووضع كويس هنا بتعود على الملك والمكانة يعني ان انا الفترة اللي جايه فيه ترقية فيه مكانة افضل فيه ساعة في الرزق فهنا يعود على ناحية العمل والاستقرار فيه والترقيات والكلام ده طيب لو شفت ان انا دخلت للبحر وانا عاملة بس البحر كان سايق وكان وضعه مش محمود هنا العكس تماما مشاكل في ناحية العمل من ناحية رجل اعلى منك شأنا والمشاكل دي هتواجه معاها فترة ان انت مش قادرة انك تتخلصي منها طب خرجت منه ده معنى ان هنجم المشاكل دي بفضل الرحمن الفترة اللي جايه وحقدر ان انا اتغلب عليها لكن برضو بتعود على انها من ناحية رجل يا ريت ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام متنسوش تعملوا لايك ترجمة نانسي قنقر